اشتركوا في القناة لقاء سهل ولكن حقيقة المباراة لها حسابات كتيرة جدا وعقدة مشوار المنتخب في المونديال تخلينا نتعامل مع كل مباراة بمنتهى الجدية بمنتهى الأهمية بعمل معدلات التركيز رهان كبير جدا على كابتن حسام حسن وعلى نجوم منتخب مصر اللي خليني أبدأ معاكم حلقة النهاردة بالإعلان عن التشكيل اللي هيخد به منتخب مصر اللقاء خارج الديار في مواجهة غينيا بيساو استقر كابتن حسام حسن على الرجوع لطريقة 4-3-3 مع بعض التغييرات والتعديلات في العناصر اللي هتشارك في مباراة النهاردة يظل الشناوي حرص مرمى مصر الأول في حراسة مرمى منتخب مصر على يمين محمد هاني وبجواره محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلى ناحية شمال بيدخل من جديد محمد حمدي كظاهير أيصر للمنتخب المصري استقر كابتن حسام على مشاركة اتنين ديفندرات هم مروان عطية وحمدي فتحي أمامهم سلسي محمد صلاح أحمد سيد زيزو وتريزي جي وفي مركز المهاجم الصريح مصطفى محمد كل التوفيق لمنتخبنا النهاردة مباراة على رغم أنه البعض يظن أنها سهلة ورغم أنه المنتخب استطاع في بداية مشواره لتأهل المنديال أنه يحقق العلامة الكاملة ويقدم عروض قوية تسع نقاط تلت مباريات تسع نقاط فارق كبير جدا عن أقرب منافسين نتكلم طبعا على غينيا بيساو سيراليون بوركينا التلت منتخبات اللي يعتبروا هم الأقرب بالنسبة لمنتخب مصر من حيث عدد النقاط لكن النهاردة بشوف أنه فيه كمين منصوب لكابتن حسام حسن وعشان تفهموا وجهة النظر ونفهم أكتر أهمية مطش النهاردة حسابيا تعالوا نشوف مع بعض جدول ترتيب المجموعة عالما بأن جيبوتي وجهت إثيوبيا النهاردة والنتيجة كانت تعادل يمكن جيبوتي وأثيوبيا خارج الحسابات شوية لكن لعبوا بالفعل الجولة الرابعة بالنسبة لهم النهاردة وانتهت المباراة بنتيجة التعادل نشوف ترتيب المجموعة مع حضراتكم مصر في صدارة المجموعة قبل اللقاء غينيا بيساو برصيد تسع نقاط غينيا بيساو في المركز التاني مونفردة برصيد خمس نقاط ثم بوركينا فاسو وسيراليون وفي المركز التالت والرابع برصيد أربع نقاط طب ليه حزبة بيرما؟ ده احنا متصدرين من البداية للنهاية والفارق بيننا وبين أعرب منافسينا يصل إلى أربع نقاط كاملة عشان كده بقولك مطش النهاردة ما يقبلش الإسمة على اثنين وتعالوا نشوف الحزبة قبل مواجهة مصر وغينيا بيساو وقبل مواجهة سيراليون وبركينا اللي هتطلع بالنهاردة المباراة دي الساعة 10 بالليل بعد انتهاء مباراة مصر وغينيا بيساو مكسب مصر يبعدها ويريحها بشكل كبير جدا ويظل انفرادها بصدارة الترتيب بصرف النظر عن نتائج الآخرين أي نتيجة غير كده ولقدر الله لقدر الله لقدر الله ما نتمنهاش طبعا أبدا أي مفاجأة يعني من مفاجأة التصفيات كاس العالم تصفيات كاس العالم بالنسبة لنا قصة والتحدي الأصعب في تاريخ الكرة المصري لقدر الله في حالة خسارة مصر النهاردة الحسابات والترتيب المجموعة وفرص الوصول هتتساوى بشكل كبير جدا ليه بقول الكلام ده لانه مصر هتقف رصيد مصر عند 9 نقاط ويرتفع رصيد غينيا بيساو إلى 8 نقاط والفرق بينها وبين مصر يبقى نقطة وحيدة مش بس كده النهاردة عندنا سيرليون وبركينة الاتنين معهم أربع نقاط لنفترض مثلا ببركينة بتلعب مطشها وعلى أرضها كسبت التلات نقاط ده معناه إنها قربت من مصر اللي هيكون عندها 9 وغينيا بيساو اللي عندها 8 ويرتفع رصيدها إلى 7 نقاط مع العلم إنه مصر خاضت مواجهتها أمام بوركينة هنا في القاهرة وبالتالي بوركينة هيكون عندها أفضلية الأرض والجمهور في المواجهة القادمة حسابيا الحسابات تتعقد حسابيا الحسابات تتعقد وتتعقد بشكل أقل لو انتهت نتيجة مباراة النهاردة بالتعادل يرتفع رصيد مصر لعشر نقاط في حالة فوز بوركينة أو سيرليون سبع نقاط ويبقى في الأمور أمور وفي الكلام كلام نتمنى إن شاء الله بإذن الله أنا بقول إن شاء الله بإذن الله أحساسي إنه منتخب مصر مع كابتن حسامي يقدر يرجع من غينيا بفوز مهم جدا 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 في التوقيت ده وفي المرحلة دي من البطول قبل ما كمل والحلقة كلها النهاردة طبعا عن مواجهة مصر وغينيا بساو قبل ما كمل بس خليني يقف مع خبر انتشر كالنار في الهشيم يعني نهاردة الناس كلها صحيت على الصبح لقيت إنه تصريحات كارلو أنشلوتي فيما يتعلق بمشاركة الريال في العالم متصدرة كل المواقع على السوشيال ميديا على وسائل إعلام الكل بيتكلم على تصريحات كارلو أنشلوتي إنه ريال مدريد لن يشارك في نسخة كاس العالم للأندية بشكلها الجديد في عشرين خمسة وعشرين وده الحقيقة كان خبر غريب جدا جدا والحقيقة أنا أول ما تابعت ولقيته منتشر كده حسيت إنه يعني يبدو إنه الخبر صحيح لكن الخبر لا أساس له من الصحة وده اللي أكده الحقيقة نادي ريال مدريد على واحدة من صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا مناصة أكس واللي كتب فيها إنه بالتأكيد ريال مدريد زي ما حضراتكم شايفين كده إنه ريال مدريد يهمه إنه يعلن إنه ما فيش أي مجال أو سؤال من الممكن ترحه عن يتعلق بمشاركة ريال مدريد في كاس العالم بشكلها الجديد واللي هينظمها الفيفا في مسم عربعة وعشرين خمسة وعشرين النادي الملكي بيأكد إنه هيخد أو هيشارك في هذه البطولة وإنه يشعر بفخر شديد جدا وحماس كبير جدا للانخراط في بطولة بالحجم ده وبيعد الملايين من جماهيره في كل أنحاء العالم بإنه بيسعى لتحقيق لقب جديد ده رد ريال مدريد على صفحته أو على حسابه الرسمي على موقع إكس في نفس الوقت كانوا عن شلوت يمكن كمان نزل تعليق وقال إنه يعني حاول يوضح الأمور لأنه وضح إنه كان فيه تحريف لتصريحاته هو قال برضو على حسابه الرسمي إنه أثناء مقابلته مع الجورنالي الإيطالية قال إنه تم تحريف أو تم يعني كان فيه سوء تفاهم فيما يتعلق بتصريحاته وإنه كلامه اللي عبر به عن وجهة نظره لم يتم تفسيره بشكل مظبوط وإنه بالتأكيد فيه رغبة كبيرة جدا للنادي في إنه هو يشارك في بطولة كاس العالم فكل ما قيل أو أثير حول عدم مشاكة ريال مادريد تأكد تماما إنه ليس لها أساس من الصحة وبالتأكيد نادي بحجم الريال في بطولة بحجم كاس العالم الأندية مع الزخم الكبير ومع مشاركة 32 نادي هما الأكبر والأفضل على مستوى العالم في السنوات الأخيرة بالتأكيد هيكون خيار كبير وهي فرصة برضو الغريم التقليدي ريال مادريد يكون موجود معنا في نفس البطولة وعلى كل أحوال تعالوا نتكلم أكتر عن المباراة المنتظرة مباراة حلم المنديال حلم كبير جدا جدا لكل المصرين ولم يكن أبدا على مدار تاريخنا فرصة الوصول والتأهل للمنديال أسهل من النسخة الحالية ضفنا الكابتن حمد أمرزوق هيكون ضيف علينا طبعا نجم النادي الألي السابق هيكون ضيف علينا في السادسة نلف ونحاول نفتح كواليس المباراة ونشوف كابتن حسام حسن في تاني مباراةه الرسمية مباراة ظروفها صعبة درجات الحرارة في أفريقيا ملعب خارج الأرض غينيا بيساوب يضم الحقيقة برضو عدد من المحترفين ما هواش بالفريق السهل فبالتالي إزاي ممكن يكون سيناريو المباراة ده اللي هنحاول نتكلم فيه مع حضراتكم في السادسة النهاردة لكن بعد الفاصل أنا هبدأ الكلام عن المهاجم حسام حسن واللي ما شافش حسام حسن في الملعب فاتوا أنه يتفرج ويستمتع بواحد من أهم المهاجمين اللي جم في تاريخ الكرة المصرية قناص بكل ما تعانيه الكلمة من معاني اللاعب يجيد استغلال مش أنصاف الفرص الشبه فرصة يجيد التسجيل من الوضع طائرا من الوضع راقدا من الوضع نائما حقيقة إمكانيات جبارة لمهاجم حقيقة مهمة جدا في تاريخ الكرة المصرية ويمكن ما ننساش أبدا هدف الشهير جدا في مرمى الجزائر واللي كان سبب تأهل منتخب مصر لبطولة كاس العالم في إيطاليا سنة التسعين ولا الهجمة الشهيرة في مباراة هولندا اللي قدت لحصول مصر على ركل الجزاء ضد هولندا وتعادل مصر الشهير جدا مباراة لا تنسى الحقيقة يعني أنا فاكر الشوارع في مصر كلها بعد التعادل مع أولندا كانت وكأننا كسبنا كسل على النفس أتمنى من كابتن حسام ويمكن الاسم اللي تردد كتير جدا اسم كابتن حسام لتولي مسؤولية منتخب المصري يمكن كل تأخيره زي ما بنقول كده وفيها خيرة يعني فكرة أنه يجي يتولى المسؤولية في ظروف مناسبة جدا لاغتنام الفرصة نتمنى كما عودنا دائما حسام حسن في اغتنام الفرص كهداف أنه ينجح في اغتنامها والفوز بيها كمدير فني لمنتخب مصر في مواجهة غينيا بيساوي النهاردة على مدار مشوار البطولة إزاي بيفكر كابتن حسام في مواجهة النهاردة وسيناريو المباراة مع نجم من نجوم نادي الأهلي كابتن حمادة مرزوق ضفنا النهاردة في السادسة بسأخير كابتن حمادة بسأخير أستاذ الكلام عن فكرة تأهل منتخب مصر الكاس العالم بالصورة دي بعدد المقاعد نتكلم عن نصحة جديدة لأول مرة 48 منتخب بيشاركوا في البطولة 10 مقاعد من أفريقي أو 9 مقاعد ونصف يعني فيه فريق هيلعب ملحق أو تصفيات هل إحنا بنتكلم على فكرة فرصة منتخب مصر في الوصول للمونديال ولا هي فكرة الاحتكاك والتجربة والتحضير لكابتن حسام في بداية مشواره الرسمي مع المنتخب لا هو الأساس وصلنا للكاس العالم وأنا شايف أنها ما حصلتش قبل كده أن يحصل فرصة زي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي الفرق والنوعية التصفيات والمجموعة على طول أو المجموعة التأهل على طول وإحنا الحمد لله إحنا معنا فرق فيه فرق كبير جدا في المستوى ما بيننا وبينهم وأنا شايف أن الأمور إن شاء الله يعني يعني إن شاء الله بإذن الله شبه محسومة إن صعود منتخب مصر إن شاء الله هو النقطة اللي حق قلتها دي يعني يمكن أنا يعني أنا على المستوى الشخص يعني عندي عقدة الفرق الصغيرة دي يعني لما بنلعب في أمم أفريقيا ما بنلعب أي منتخب بنلعب سنغال كودفور كاميرون غانا مغرب تونس جزائر ببقى أحسس إنه المباراة يعني إمكانية فوز بمصر بيها كبيرة جدا لكن لما بنجي اللعب في تصفيات كاس العالم بالذات كمان مع الفرق الصغيرة اللي ملهاش تاريخ وملهاش حتى فرص أنا بشوف في نسخ كتيرة جدا منتخب مصر كان خلاص على سلم الطيرا رايح كاس العالم وهدف أو غلطة مرة مع تونس مرة مع ليبيريا مرة مع الجزائر مرة مع السنغال هدف وحيد حرم مصر من التأهل لكاس العالم فيمكن دي شوية عاملة حساسية مش عايز نسميها عقدة بس يعني فكرة المطشاط مع المنتخبات المجهولة أو فكرة المنافسة على بطاقة التأهل في كاس العالم هل هي مشكلة مع منتخب مصر؟ لا متهالي أنا شايف أن الأمر حتشوف حضرك أنت قلت إيه الجزائر ليبيريا تونس الجزائر في السودان هدف طلعنا بره بطولة تمام كل دي كانت فرق تقيلة وكان لمستويات قريبة جدا يعني كانت فرق تقيلة ومستويات قريبة أنا شايف أنه فيه فرقات كبيرة جدا في المستويات ما بين منتخب مصر والفرق كلها إحنا يكفي أن نكسب ماتشاتنا على الأرضنا وبره ممكن نتاج ممكن ما نخسرش نصعد بسهولة جدا النهاردة كنت بحس بحسبة كده في بداية الحلقة أنه ماتش النهاردة مهم جدا جدا على مستوى الأرقام لأنه لقدر لا أي نتيجة غير مكسب منتخب مصر النهاردة ممكن شوية عقد من حسابات المجموعة إحنا عندنا النهاردة بوركينة وسيراليون هيلعبوا بالليل الاتنين عندهم أربعة بونت وادت جدا واحد فيهم يوصل لنقطة سبعة ولقدر لا لقدر لا في حالة خسارة منتخب مصر النهاردة غينيا بساوي يرتفع رصيده لتمانية ويظل رصيد مصر عند تسع نقاط الجاب أو الفرق الكبير الأرياحية اللي كان بيتمتع بيها منتخب مصر من أول بداية المشوار لغاية النهاردة ممكن جدا ما تبقاش موجودة لا أنا شايف يمكن العكس شوي أنا شايف أن حتى لو لقدر الله ماكسب ناشي النهاردة وممكن نتعادل لا الفرصة موجودة وبقوة برضو نفس الكلام أنا يعني كل كلامي مبني على الفرقات الكبيرة الفنية اللي ما بيننا وبين الفرق كلها الخمس فرق اللي موجودين معنا هو ده أنا بتكلم ده هو دايما كلها معطيات كلها أسباب كلها مستويات فنيات فيه فرقات كبيرة جدا أنا شايف منتخب مصر تقيل أي فرقة ممكن تحقق معها نتيجة هتبقى النتيجة بصعوبة جدا أن نحقق نتيجة مثلا إيجابية تعادل لكن أنا شايف أن الفرق كلها اللي موجودة في المجموعة لا ترتقي بالمستوى أن يبقى منافس شديد لمنتخب مصر على العكس تماما لو منتخب مصر كسب النهاردة ورفع رصيده ل12 نقطة وانتهت مباراة مثلا بروكينا وسيرياليوم بالتعادل ده معنى أنه مصر في الصدارة ب12 نقطة والثلاث منتخبات مركز ثاني ثلاث رابع فرصيدهم خمس نقاط أعتقد تريح كابتن حسان في المشارة السنة الجاي بالضبط أنا قصدي أنه حتى لو أقدر الله هو ده طبعا المكسب حقالنا اللي احنا عايزينه تمام لكن لو لا أقدر الله ما كسبناش الفرصة موجودة وبرضه ده بناءا عن المستويات اللي أنا بشوفها والفرق دايما فرق يعني زي أسيوبيا وسيرياليون بيدرابوا بعض فرق قليلة جدا مستوام قليل وهم بيدرابوا بعض أنا بقرأ معك الحسابات لأنها أكيد جزء من تفكير كابتن حسان في المباراة وبناء على الحسابات دي بيحدد طريقة لعبه بيحدد أهدافه اللي عايز حقها من المباراة أنا عارف أنه كابتن حسان يعني هو أساساً مهاجم يعني زي ما كنت بقول من أساطير الكرة المصرية وكمان كمدرب هو صاحب فكره هجومي هل تعتقد النهاردة هيغامر هيلعب جيم زي ما لعب قدام بوركينا ويحاول يحسم المباراة بدري بدري ويبدأ بنفس الشكل اللي بدأه في الساد القاهرة حتى هو بيلعب خارج الأرض يفكر في أنه يحسم ثلاث نقاط ويرايح نفسه من الحسابات ويصدر المشاكل الفرق اللي معه في المجموعة ولا بما أنها أول مباراة رسمية خارج الأرض مع منتخب إلى حد ما برضو غنيا بسوعاً ده عدد من المحترفين في أوروبا فبالتأكيد يعني معمول لهم حساب يبقى فيه تخفز نوعاً ما عن سيناريو القاهرة هو بشكل عام أنا بالنسبة لي حسام حسن أن الفرد أو اللعيب الكرة مختلف تماماً عن مدير فني لأول حاجة تاني حاجة هو حسام ما بيلعبش بشكل هجومي زي ما على أساس أنه هو رأس حربة لا وهداف لا أنا شايف أنه هو الكابتن حسام هو متأثر بشكل كبير جداً من الكابتن الجهري وطريقة تعامله وطريقة أداءه وطريقة شغله هو إنجزاتك اللعب كلها كانت مع الجهري بالضبط يعني مع جهري في كاس العام 90 ومع جهري 98 في أمم أفريقيا هو بالضبط هو يمكن مجموعة كبيرة من اللعيبة اللي عاشت مع الكابتن جهري وعصرته واشتغلت معاه فترات طويلة هم متأثرين تدريبياً به وده مدرسة الكابتن جهري هو عصور سكواري كان دفاع يعني متهيألي يعني 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 منظومة الدفاع عنده كانت ألف وبيه وجيم وبعد كان نفكر نحن حسام تعتقد النفس المدرسة والله يا أساس أحمد أنا بص أنا أنا اشتغلت مع الكابتن جهري يعني تعاملت معاه ولعبت معاه هو تفكيره يعني كان سابق سابق اللي حواليه يعني كابتن جهري كان مدرسة فعلا الله يرحمه كان مدرسة كبيرة جدا في التدريب وكان واقع جدا ودايما كان بيشوف أن المنتخبات بتاعتنا أو منتخب مصر بيشتغل حاجات معينة توصلوا لهدف اللي هو عايزه إنما حتت إن أنا أهاجم بلا يعني هوا ده وبلا حدود لا هو ده ما كانش تفكيره كده وكان عقلاني جدا بيقفل الملعب بشكل كويس حتى الناس كلها خادت على أن الكابتن جهري بيلعب وأداءه شكل دفاعي وحقق أعلى النتائج في كاس العالم مع هولندا ومع انجلترا بالتأفيلة دي أو بالفكر بتاعه ده فانا شايف إن الكابتن جهري الله يرحمه كان ليه أداء معين وصله اللي هو عايزه نتائج معين حسام حسن هو متأثر بشكل كبير جدا دايما بيلعب بتوازن وهو يعني حسام ما عندوش الحسابات إنه هو يبقى يهاجم والفرقة تهاجم بشكل كبير لا هو عارف إنه منتخب مصر وعارف إن النتائج لها قدر كبير جدا في شغله بعد كده وفي مستقبله فدايما هو مش هيبقى فيه مخاطرة إنه يروح يعني النهاردة هيبقى الجيم أو الأداء بتاعه هيبقى شبه ثلاثة في القلب لأنه عندو مروان حمدي وحمدي فتح حمدي فتح هو بيقدت دور يعني هو هيبقى الإسم هيبقى إحنا أربعة اتنين تلاتة واحد لكن هيبقى فيه حمدي فتح هو ميال قدام الإثنين المساكين وده طريقة دايما بيعمل بيشتغل بها الكابتر حسام فبالتالي هو أقرب للتلاتة لكن هو يعني بيقفل الحتة دي بشكل كويس وعنده ناس بيقدر ناحية جميع اللي هي ممكن تبقى تلاتة تلاتة واحد تلاتة تلاتة واحد يعني حمدي يضم مع ربيعة وعند المنعم قدامه بيشتغل قدامه بيشتغل قدامه بيأمل الحتة دي ودائما حسام بيحب يقفل الحتة اللي دايما بيقى فيها الخطور مع وجود الاتنين اللي موجودين محمد هاني مع محمد حمدي وده رجوع محمد حمدي برضو فرق كتير جدا باك شمال أساسي لعب كويس منتظم عنده خبرات اشتغل فكان ينقصنا الماتش اللي فات كان ينقصنا إلى حد ما دفاعية تبقى خمسة ثلاثة اتنين بالزبط كتبه دفاعية تبقى خمسة ثلاثة اتنين ومعه مروان حمدي وهتلاقي زيزو دايما برضو مسار وهجميا ده بيحرر يعني توجود حمدي او ميلو انه يقرب من ربيعة ومنعم يدي اكتر حرية للظاهرين بالزبط كتبه سواء هاني وحمدي انه هما يتقدموا لما يبقى الكرة معاني لان احنا عندنا اتنين اللي اتنين اللي موجودين في قلب الملعب اللي هو مروان حمدي وحمدي فتح مروان عطية وحمدي فتح الاتنين عندهم ملكة انهم يمسكوا نص الملعب بشكل كويس يعني التغطية التأفيل القطع كل الكلام ده عندهم الحتة دي فبالتالي هيدوا حرية لزيزو هيدوا حرية للبكين هيدوا حرية لمحمد صلاح وتريزيجيه يعني في مجموعة من المهاجمين هيشتغلوا باريحية كبيرة جدا بوجود الاتنين دول ده بالعكس ده ممكن كمان حمدي فتح ممكن يشتغل الحتة دي لانه عنده نحلة هجومية برضه مش وحش هيبقى بالتناوب مع مروان حمدي فالاتنين دول فارقين جدا مع منتخب مصر وانا شايف انهم ليهم دور مهم جدا النهاردة مع حسام حسف هدافه ايه من المباراة يعني شايف كابتن حسام ايه اللي عايزت لعبه من المباراة هو رقم واحد وبناء عليه هيبني خطة لعبه او تكليفاته لللعيبة انكت الطريقة يعني سواء دفعين او هجومين هتكون ازاي هو برضه بشكل عام برضه تأثر بحتة التحفظ لازم بقى متحفظ في الاول شوف الفرقة عاملة ازاي يعني منتخب ظهر في قدام بوركينة يعني انا بشوف انه وكتير من الناس واسمع رأي حاج برضه كل الناس كانت شايفة انه بوركينة هو اتقل منتخب بعد منتخب مصر وده رأيي وده رأيي بوركينة فاسو مع ان احنا برضه كنا سهل ان احنا نكسابها كتير لكن هم اقرب اقرب فرق الينا واعرب او احسن الوحشين اللي موجودين لكن بس فيه حشين يا كابتن حماده في افريقيا لا انا شايف ان هم نتاجنا في امم افريقيا بتقول ان بقى يعني بقى في منتخبات صغيرة عشان احنا كنا مش كويسين عشان احنا كنا مش كويسين بس نما لو احنا في مستوان العادي وكان في توفيق لا هالفرق كتير جدا مع الفرق التقيلة للأسام يعني فانا شايف ان الامر هيبقى فيه تحفظ هيبقى فيه تقفيل في الملعب بشكل كويس هو الصعوبة النهاردة في ارضية الملعب انا شايف ان الصعوبة الوحيدة التي تبقى موجودة عندنا ارضية الملعب مش هتساعد اللعيبة وخصو ان احنا عندنا المهارة او عندنا اصحاب مهارات بيلعبوا على الملعب جيدة فبيقدوا بشكل جيد هو العاقبة الوحيدة النهاردة هتبقى حتة الضغط الجماييري مع سوق الملعب بس دي المشكلة اللي هتقابلنا فيه النهاردة إن شاء الله وأرجو أن احنا نتغلب عليها بأداءنا وتمسوكنا وأكيد طبعا فيه خبرات كتير جدا عندنا بنقدر نتعامل مع العوامل دي غياب الباكة الشمال في المطش اللي فات الأسباب يعني إصابة فتوح وإيقاف محمد حمدي وحتى مع السدعاء عمر كمال عبدالواحد لكن كابتن حسام قرر أنه مش بس فجأة المنافسة وفجأة نحنا كمان ومع الطريقة اللي لعب بها إحنا حسنا كمتابعين على ألف شوط الأول إنه المنتخب بيلعب بقى رياحية كبيرة جدا وبقى فيه عدم تقايد بالمراكز وبقى إنها شوف بنشوف لعيبة نص الملعب لعيبة خط الهجوم بنشوف تريزي جي وبنشوف صلاح بينزله في نص ملعبنا وبنشوف لعيبة نص الملعب هي اللي بتتقدم وبتحاول تخلق مساحات هل رجوحه سامل الطريقة التقليدية 4-3-3 بشكلها النمطي أو شكلها اللي احنا متعودين عليه معناه إنه فكرة حرية الحركة لبعض اللاعبين زي محمد صلاح زي إمام وزيزو وتريزي جي في المطش اللي فات مش هتبقى موجودة في مطش النهاردة مش هتبقى مش هتبقى عندهم نفس الأريحية أو نفس الحرية اللي كان مدعا لهم في مطش بوركينا هي الحرية موجودة هتبقى موجودة برضو وخصوصاً التلاتة دولزيزو مع محمد صلاح مع مصطفى محمد والرابع تريزي جي يبقى الحرية بشكل كبير من ناحية هجومية لكن زي ما قلت الحضرات اللي هيعوق الموضوع ده سوء حال الملعب بس مع بعض يعني التحكيم برضو يعني بيتعرضوا لضغوط معينة في البلاد الأفريقية فممكن يبقى متأثر شوية دي الحاجة التانية الضغط الجماهيري الحماس الفرقة اللي قدامه ممكن تأدي برضو بعض الخشونة يخوف المنتخب مصر هي دي العوامل الصغير اللي ممكن تعوق شوية لكن الطريقة أو الشغل لا هيبه في مجموعة بتدافع بشكل كويس قوي علشان في مجموعة بتهاجم بشكل مناسب وشكل أحسن في وده دورهم ده يعني ده دور التلت الأخراني اللي هو بتاع الناحي الهجومية اللي هو محمد صلاح مع تريزي جي مع مصطفى محمد مع عزيزه مع واحد من اللي موجودين سواء باك شمال بيتقدم وراء الناس أو الباك اليمين لو من ناحية الكرة فبالتالي أنا شايفة هنا هيبقى فيه توازن في الأداء النهاردة من حسن حسن لأي مدى بتشوف القماشة اللي مع كابتن حسن في الجيل ده حاليا ولو قررناها بكل نسخ يعني أنا بيتهايلي أنه كل الناس ما تفقى أنه آخر فترة كانت الكرة المصرية فيها يعني سواء على مستوى التصنيف العالمي سواء على مستوى الألقاب والبطولات سواء على مستوى الكواليتي اللي كان موجود في اللعيبة هو 2010 يعني متفقين يعني وصلنا نهائي أم أفريقيا مرتين من 2004 إلى 2010 ده أحسن فترات كرة القادمة المصرية ورغم كده ورغم كده ما تأهلوش لكاس عالي بالزبط يعني ورغم كده يعني في نجوم كتيرة جدا جات على الكرة في مصر عشان كده كنت تتمنى تشوفها بتلعب كاس عالي بالزبط عشان كده دايما بقول إن الكابتن جوهري حقق بفكره وطريقته اللي هو كتير جدا ما قدرواش ينفذوه ما قدرواش يحققوه ما قدرواش يحققوه فبالتالي عشان كده بقول هو الكابتن جوهري يعني كان سابق عصره وكان بيفكر دايما تفكير واقعي بشكل كبير جدا طبعا بإضافة للكابتن حسن شحاته إن كان برضو محظوظ قوي في الجيل اللي حضرك بتقول عليه فرق كتير جدا يمكن ما حققوهش حتة الصعود للكاس العالم لكن طبعا حققوا بطولات وحققوا إنجازات وكان بيقدموا أحسن كورة وأحلى كورة كان على مستوى أفريقيا ودخلنا في الحتة العالمية كمان بالتالي الحاجة اللي نقصتهم أو الحاجة اللي هم ما قدرواش يعمرواها حتة كاس العالم بس من أول المركز حراس المرمى لغاية مركز راس الحربة بتشوف الجيل ده أو النسخة دي من منتخب مصر هي الأقرب لنسخة 2010 ولا كان فيه فيه وقت من الأوقات معنا جيل يقدر يوصل أو يقدر يحقق بس الأسباب معينة هو بص يا سيد أحمد كان فيه جيل قوي جدا ومن أعلى المستويات اللي هي السبعينات وتمانينات اللي هو جيل كابتو الخطيب والمجموعة دي برضو يعني ما صعدوش كاس عالم فبالتالي كانت أعلى مجموعة وأحسن مجموعة يعني يعني لو إحنا شوفنا يا حسن شحاتة فاروق جوع فارق يا ابت الخطيب مجموعة من اللعيبة المهرة اللي ما بكرروش على مستوى يعني النحل الفنية خالص حظ بقى المجموعة اللي جات بعد كده على طول وأنا شايف هي دي المجموعة التانية اللي جات بعد الجيل ده اللي هو وعمرو زاكري المجموعة دي اللي لعبت من 2000 و2006 وفي النص كان فيه برضو جيل مميزة كابتن حماد يعني جيل جيل أحمد حسن وعبدالسطار صبري وحزر إمام بهم دول لحقم يعني أنا بقول وسبب عمصان بهم دول أنا شايف يعني هما دول لحقم الجيل بتاع بوتريك يعني المجموعة دي هي لحقت لكن كانت في النهاية لكن هما عملوا زي ميكس جيل انتهى بقى 2010-2011 ابتدى الجيل ده حصلت فاجوة الفترة دي حصلت فاجوة شوية يعني جيه بقى بعد كده طالع محمد صلاح والجيل بتاعه أنا شايف أن هما فرستهم كبيرة جدا بصعود الكسر حق لأن الأمر تسهل لهم بشكل كبير جدا يمكن أيام جيل التمانينات اللي هو كابتن خطيب ومصطفى عبدو كان الفرق تقيل قوي وكان المنتخبات قوية وكان التصفيات صعبة جدا وكان العدد قليلا في أفريقيا في الوقت بالزبط كل العيبة بتخرج من أفريقيا تروح أوروبا فكانت كل المنتخبات يعني محتفظة والفرق والأندية بزبط حتى نفس الجيل برضو بتاعه أبو تريك كان برضو الفرق تقيلة منتخبات قوية جدا نحن خدنا 2006 دي من من أهم جيل جيف في تاريخ قدفور مثلا قدفور والسنغال فرق كانت تقيلة جدا فتسفيات كاس العالم كانوا عندهم خبارات عالية جدا فقدروا أنهم بقوا هما الكسر والحطة دي هما بقوا متواجدين يعني بشكل كبير أنا شايف أن الجيل ده فرصته مش هتتكرر لأن يعني مفيش أسهل من كده محطوطين في مجموعة في فرقات كبيرة جدا في الإمكانات الفنية فبالتالي المقارنة دي بتأثر عليه مع كابتن حمدة يعني فكرة أنهم يتحطوا في مقارنة مع جيل كابتن خطيب وكابتن مصطفى عبد وكابتن حسن شحاتة وإبراهيم وهاني رمزي وأحمد رمزي وأحمد الكاس وبعدين مقارنة تالتة مع جيل تريكا وبركات ومتعب وأحمد حسن وشوقي وقال جمعة المقارنة دي ممكن تكون بتأثر على موجودة طبعا ومتأثر بشكل كبير جدا لأن كل لعيب عايز يسيب بصمة زي الأنجال قبل كده ثابت بصمات كبيرة جدا على مستوى الكرة المصرية فبالتالي هو عايز يسيب بصمة فدايما المقارنة موجودة ما بين أي لعيب ولعيب في جيل قبله فبالتالي موجودة ودي ممكن تحقق الطموح يعني طموحي بيعلى لما بشوف مثلا مجموعة قبلي أو جيل قبلي حقق نتائج وعمل ماتشات بحاول قدر الإمكان أن أنا برضو حقق تاريخ النفس أو الجيل القبلي أقول لك ملاحظة كده عابرة يعني في أوقات كتير أنا بحب أشوف يعني عندي أكاونت كده باتفرج فيها على هي بتجيب لي مش أنا ما بدورش هي بتجيب لي دايما اللقاءات التاريخية بتاعت منتخب مصر في أوقات مختلفة يعني يعني في أجيال مختلفة ماتشات مهمة في تاريخ الكرة المصرية بشوف دايما أنه في أوقات كتير جدا كانت الحالة المعنوية أو يعني الروح اللي موجودة عند اللعيبة الروح القتالية عارف أنه اللعيب مقدر تماما أنه شايل على منتخب مصر أو لابس تيشرت منتخب مصر وأنه شايل هم المئة مليون اللي مستنينه يعمل حاجة لمنتخب بلده بحس أن دي في أوقات كتير جدا كان بتعوض حتى لما كنا بنقابل منتخبات كبيرة زي ما حالك كنت بتقول كان بتعوض الفوارق دي شوفت ده في مطشات منتخب مصر مع الكاميرون مع البرازيل مع الجزائر مع الجزائر بالضبط مطش الجزائر بالذات مش كس العالم ده مطش الجزائر بس لوصلنا لكس العالم لوصلنا لكس العالم ومطش الجزائر اللي لعبنا فيه في أمم أفريقيا بعد ما خرجنا من الجزائر في كس العالم لعبناها في أمم أفريقيا كسبناهم أربعة وعنة برضو بيجيل كتير جدا مصر وإيطاليا فيه موطشات كتيرة كده بتحس إنه الحماس والرغبة والروح القتلالة عند اللعبة هل الجيل ده الحتة دي يقلالة شوية عنده؟ يعني أنا مش عايز أظلم وأقول آه يعني الحتة دي هو اللعب المنتخب مصر شرف كبير لكن ممكن نقول إن الناحية المادية تغط بشكل كبير جدا على الأمور بشكل عام فبالتالي ممكن يبقى فيه حسابات تانية عند اللعبة الكلام ده كنا بنقوله على منتخبات أفريقيا بعد ما لعبة لعبة الأفرقى احترفوا في أوروبا يعني كنا بنقول إنه ما بيظهروش بنفس المستوى اللي بيظهروا بيه مع عنديدهم لما بيلعبوا باسم المنتخبات بلادهم إحنا 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 داخلين في الحتة دي شوية حسان بنروح اللي عنده شخصيته يقدر يرجع ده تاني؟ أنا شايف إن الجيل ده هو عايز يحقق حاجة طب اسمح لكابتن حماد هنروح لفصل سريع جدا وعشان ناخد وقتنا وأسمع وجهة نظر كابتن حماده لأن النقطة دي مهمة جدا وبتهالي الجيل ده لو قدر كابتن حسام إنه يدخ فيه الروح القتالية والحماس على كل مباراة مهما كانت أميتها ومهما كان اسم المنافس أنا بتهالي الجيل ده ممكن يروح لبعيد جدا مش هنا الكلام على فكرة بس التأهل لكاس العالم لكن نقدر نعمل إيه في كاس العالم ده بتهالي هو حلم وطموح كل المصريين فاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة الحس الإمكانيات كنت بتكلم مع كابتن حماده مرزوق بشوف إنه الجيل ده الحقيقة يتمتع بإمكانات كبيرة جدا ولما تبص لتلت خطوط لحرص المرمى خط الدفاع خط النص خط الهجوم في منتخب مصر تجد أوراق في منتقى الأممية الحقيقة مش بس بتكلم على مستوى التشكيل الأساسي أو القوام الأساسي المنتخب لكن حتى كمان في بعض الأسماء يمكن تكون جديرة بتمثيل منتخب مصر على أعلى مستوى حتى لو لم يقع اختيار كابتن حسام حسن عليها لكن تبقى القصة في التفاصيل كنت بكلم معها تحديدا عن الروح اللي يمكن منحس إنه الجيل ده مش عايز تظلمه برضو لأن فيه متغيرات ممكن تبقى داخل في الحسابات يعني ما ننساش برضو كابتن حماده إنه الجيل ده مقارنة بالأجيال السابقة هو أكتر جيل تقريبا عانى من كم المباريات اللي بتتلعب وكم البطولات اللي بياخدها على مدار كل موسم عانى من تلاحهم المواسم عانى من غياب الجماهير في المدرجات لسنوات طويلة جدا بالتأكيد كل دي حاجة تأثرت برضو بالضبط هي تأثرت لكن برضو في نفس الوقت هي برضو حققت يعني فيه لعبة لعبة متشاك كتير جدا عشان بطولات كتير وحققت بطولات كتير علشان البطولات زهد كما حضرك قلت فهي لها الناحية سلبية وناحية إيجابية الناحية الإيجابية أن أنا بحقق وبيجي لي بطولات كتيرة جدا ففرصتي أعلى في أن أنا أخذ بطولات بعكس جيل التمانينات كان فيه بطولة أفريقيا والدوري والكاس صحيح وما كانش الدوري 18 نادي حتى ساعة بتالي كان دوري 12 نادي أو مونجس ساعة 14 ساعة 16 أقصى حاجة فبالتالي الماتشات أو اللي كان بيعمل عدد ماتشات كتير أو عدد بطولات كتير ليه حد معين لأن بطولات قليلة كل ما الجيل يعني الجيل اللي موجود دلوقتي اللي عنده بطولات كتيرة جدا فالفرص موجودة سواء أندية أو منتخبات فبالتالي الفرصة ليه سهلة جدا وموجودة أنه يكسر يعني الأجيال اللي قابليه لا يعديهم بمراحل فأنا شايف أن الفرص سهلة جدا للجيل اللي موجود دلوقتي سواء ناحية مادية سواء ناحية فنية احتكار بطولات عدد مشاركات بشكل كبير كل الكلام ده بيصب في تاريخه هو بعد كده لما يبطل كل تجارب المديرين الفنيين اللي تولوا مسؤولية منتخب مصر في السنوات الأخيرة كانوا مصريين أو كانوا أجانب يمكن كان عليهم جدل كتير وما فيش تقدر تقول المدرب اللي جيه عمل بصمة أو حسيت أنه عمل نقلة في المنطقة حتى مع نجاح هكتور كوبر في التأهل لكاس العالم حتى مع نجاحه في الوصول لنهاية أمم إفريقيا هو وكارلوس كيروش سواء كان محلي أو كان أجنبي موطني يعني أو أجنبي التجربة تقريبا ما بتكتملش لو النهاردة بنراهن على أنه تجربة حسام وهي لها رصيد شعبي أو جماهيري يعني تنجح كابتن حسام حسن محتاج إيه مع منتخب مصر كابتن حسام يعني محتاج الهدوء يعني هو بس أهم حاجة يهدى هو شخصيا ولا هدوء لا هو هو يهدى هو طبعا شخصيته هو طبعا شخصيته مش هتتغير لكن هو دلوقتي يمسك منتخب مصر موجود معه نجوم كبار يمكن حتة حسام اللي بتقال عليه أنه يعني عصبي وأنه عنده حماس زيادة احنا كلنا عندنا حماس لكن المفروض أننا نتحكم في نفسنا أحسن من كده أكتر من كده وأنا بخص حسام على أساس أنه حسام برضو دلوقتي خلاص بقى رجل مدير فني منتخب مصر يتعامل مع لعيبة ونجوم كبار يتعامل مع منظومات كبيرة جدا منظومة إعلامية منظومة فنية في تحد الكو كل كلام ده لازم يعني كان الكابتون الجواري عنده الميزة دي أنه بيقدر يتعامل مع الناس اللي حواليه حتى الجمهور كان عنده ملكة كبيرة جدا الكابتون الجواري الله يرحمه برضو الكابتون حسن شحاته عشان كده هم يعني الاتين المدربين دول هم كملهم وقعدوا وقته طويل جدا في المتخبات الكابتون الجوار قعد فترة طويلة الكابتون حسن شحاته قعد حوالي من 2006 إلى 2010 و2011 تقريبا فالفترات الطويلة دي يعني برضو بيتحكم فيها شخصية المدير الفني فأتمنى أن حسن ياخد الطريق ليوصله لأنه يسيب بصمة كويسة لمنتخب مصر زي ما عمل اللي هو المسألة الأعلى بتاعه الكابتون الجوار يعني هي سهلة وصعبة في نفس الوقت في شخصية حسن لكن أتمنى إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية النتاج تساعده وهو شخصيته شوية يبدأ متماسك يبدأ ياخد خبرات كبيرة جدا في التعامل مع الناس وتعامل مع اللعيبة هتفرق كتير جدا مع حسن حسن توقيت تولي المسئولية وطبيعة المواجهات أو البطولات أو المشاوير اللي هيخدها مع منتخب مصر تخدم كابتن حسن حسن أنا شايف أنه هو توقيت مثالي لحسن حسن وجهازه أنا من وجهة نظري لأنه هو بيقابل فرق زي ما قلت لحضراتك فرق مش تقيلة تصفيات ممكن تعمله تزود اسمه بشكل كبير جدا تصفيات سهلة إلى حد جهير يبقى تالت مدرب وطني تاريخي يسيب بصمة مع يعني هو مرشح أنه يكون الاسم التالت بعد كابتن جهري وكابتن حسن بالضبط كبير فأنا شايف من وجهة نظري أن الأمر سهل جدا إن شاء الله بشوية حاجات صغيرة مع تكاتف الجميع مع طموح الناس كلها اللي موجودة أنهما يوصلوا كاس عالم لا أنا شايف أن الأمر إن شاء الله بإذن الله يبقى سهل جدا وممكن حسن يعني التوقيت ده هو المناسب بالنسبة له مين اللعيبة في المنتخب شايف أو أنت حاسس أن هما محتاجين يستغلوا الفرصة آه وأحضت بين قوسيني السؤال الثاني اللعيبة اللي بتحس أنه ظاهر قوي معنا دي لكن مع المنتخب ما بتحسش أنه هو بيظهر بنفس المستوى أنا يعني يمكن عندي تحفظ شوية لزيزه أنا شايف أنه العيب عنده إمكانات غير عدية لكن الإمكانيات دي أنا لسه مشحتاجش في متخب مصر وأنا تمنى إن شاء الله أنه هي سيب بصمة لنفسه ولتاريخه في المنتخب في المنتخب المنتخب برضو ليه دور كبير جدا ناتي الزمالك هو متقلق مع ناتي الزمالك وفارق جدا مع ناتي الزمالك وواحد من أحسن لعيبة الدولي المصري بسطط لكن أنا هو لعيبة دولي كانت فيه لعيبة دوليين على مستوى يعني حساب حسن ده دولي دولي يعني يعني أنا شايف أنه فيه لعيبة بتبقى في الأندية بتاعتها مكسرة الدنيا وبيقدوا بشكل كبير جدا وليهم بصمة كبيرة جدا ومع المنتخبات بيبقى الأداء بتاعهم مش نفس المستوى أتمنى إن زيزو ما يكونش كده أتمنى لأن أنا شايف أنه عنده إمكانات عالية جدا وشايف أنه يقدر يعمل لنفسه تاريخ كبير جدا مع المنتخب مصر شايف توظيف كابتن حسن للعيبة إزاي يعني لو إسنع مش عايز أحكم قوي على البطولة الودية لأنها أو واحد طبعا من حس التوقيت كان الرجل ملحقش يشتغل يعني أنا أعتقد أي مدير فني منتخب عشان يبتدي يحط نظامه يبتدي يوصل لعيبته الفكر أو الطريقة اللي هو عايز يشتغل بها ويبتدي كمان يعمل البند أنا عارف أنه منتخب مصر ولعيب المصري بيحتاج يحس دايما أن فيه روابط بتربطه بالمدرب عشان يقدر أو التجربة نفسها تكتمل وتنجح لكن لما نيجي نتكلم على المستوى الرسمي شايف توظيفه واستغلاله للأوراق بتاعته الحاجات اللي قدر يطور فيها شكل المنتخب عن المديرين الفنيني اللي سبقوه ري فيتوريا كان بدايته قوية جدا لكن مع أمم إفريقيا الكل أجمع أنه ما ينفعش أستمر بصدر أحمد أنا شايف عشان أحكم على حسام حسن لازم فترة طويلة دايما مدرب المنتخبات مختلف عن مدرب النادي النادي بيبقى هو جاي باللعيبة وفترة إعداد من الأول وهو المنتخبات بيقالها تجمعات معينة والانتقاء هو رقم واحد بالنسبة للمدير الفني المنتخب مصر إزاي ينقل اللعيب اللي يقدر يؤديله بمستوى عالي في الماتشات بتاعته هو ده رقم واحد والتوظيف برضو أنا أجيب اللعيب اللي بقدر أوظفه بحاجة معينة بيؤديله على أعلى مستوى هو ده لكن الأمر مختلف فبالتالي مدرب المنتخب دايما بيبقى ليه نظر أنه ليه توقيتات معينة يعني اللعيب بيجيله مدة قليلة فلازم يجيل اللعيب ده عنده زكاء لعيب جاهز الذهن بتاعه حاضر أنه يقوله على أي تفاصيل أو أي حاجة وأنا شايف أن المجموعة اللي موجودة دلوقتي على أعلى مستوى يعني أنا شايف أن هم دول أفضل مجموعة موجودة واختاره أفضل مجموعة موجودة يمكن المدرب اللي قبل كده كان برضو تقريبا المجموعة دي موجودة فهذا الأفضل وده اللي إن شاء الله بإذن الله ممكن بقى حسام يسيب بصمة خلال الفترة اللي جاي لكن هو لغاية دلوقتي لا ما أقدرش أحكم على أي مدرب أقول دع ليه بصمة معينة في مدة قليلة ما ينفعش أنا أتكلمش بصمة بمعنى بصمة أو أن المنتخب تغير 180 درجة لكن ممكن يكون في ملامح يعني في أنتو كمدربين طبعا بتشوفوا الشغل أو بتقروا المباراة بشكل مختلف عن الجمهور هل حسيت أنه حسام حسن ظهر أو حط ملاش بصمة لكن شفت أمارة شفت شغل المدربين حصل مثلا في الماتشات اللي هو تأخذ أنا بصراحة مش عايزة أجمله لأنها هي البداية الحقيقية ماتش الرسم اللي هو ماتش اللي فات ماتش بوركينة فاسه فنازم نديله ماتشين أو تلات ماتشات الرابع نبدأ أنه نحكم تغييراته الفكر بتاعه انطباعه على اللعيبة شخصيته على اللعيبة عاملة ازاي وهو لازم بيقى فيه ربط ما بينهم وما بين بعض هتلاقي فيه فيه مدربين المتخبات بيبقوا قريبين أو من اللعيبة بتاعهم فبيبقى فيه يعني ترابط شديد جدا ما بينهم احنا لسه مشوفناش الفتر اللي جاه ان شاء الله أتمنى أن احنا نشوف ده علشان نقول ده حسام فعلا هيسيب بصمة كويسة لمنتخب مصر بس أنا حسيت دف يعني حسيت أنه اللعيبة عبرت عن دف ماتش بوركينا برضو نوعا ما لأنه تعافي مقدمات قبل الماتش وفكرة التصريحات والتصريحات المتبادلة كانت توحي بأن فيه جو من التوتر أو أن العلاقة متوترة بين بعض اللعيبة الكبار في منتخب وبين حسام لكن حسيت أنه لما شفت اللعيبة في الملعب وشفت الأداء وشفت الكلام كابتن حسام حتى في المعسكر معهم حسيت أنه لأ الدنيا تغيرت بشكل كبير جد يعني فيه انطباع جيد وصل حتى للناس اللي بتتابع هو ليه هو برضو ليه لأن برضو اللعيبة دي اللي هي اللي هما مثلا برضو ممكن يكون منلمح عليهم لا هما لعبة أسكية جدا يعني واحد زي محمد صلاح بعدش يعني زاكي جدا وتصرفاته وراجل تقيل وعنده خبرات عالية جدا في التعامل ما بيقولش أي كلام ما بيصرحش بأي حاجة فبالتالي مش هيغلط مش هيعمل أي حاجة لا هو هيقرب وهيساعد لأنه هو دلوقتي قدوة الناس كلها محمد صلاح وقدوة اللعيبة كلها فبالتالي ما ينفعش صلاح يبقى فيه سنة صغيرة مثلا وده ده اللي تقال للفترة اللي فاتت دي كلها هو كلام كتير لكن أنا شايف أن محمد صلاح اتعامل بمنتهى البساطة ومنتهى المنطقية أنه هو محمد صلاح مع أحسام حسن لسه جاي فحصل لازم يحصل ده متهلك منه صلاح وجيله يعني إذا كنا بنكلم على صلاح بنكلم على تريزيجي محمد حجازي مصطفى محمد أصغر شوية بس أنا أقصد أقول له أنه صلاح بالنسبة له كمان فيه دفع شخصي يعني غير أنه هو طبعا كابتل منتخب ونجم كبير ونجم عالمي لكن بالنسبة له كمان فكرة أنه يلعب كاس علام اللي جاي ده بتهيألي مهمة جدا يمكن تكون آخر محطاته الدولية مع منتخب مصر هي فعلا تبقى آخر حاجة وآخر محطة ليه وهو عايز يسيب بصم أنه وصل مرتين يعني مرتين ويوصل كاس علام لأن دايما لما بيه يحصل مقارنات ما بين اللعيب العالميين فهما دايما يقولوا طب اللعيب ده عمل منتخبه فبالتالي محمد صاحية كانت نقصة الحتة دي لكن الحمد لله قدر يحقق حاجات كتير جدا مع المنتخب وهو طبعا عايز يكمل اللي عمله مع المنتخب عايز يوصل ويبقى موجود يحقق أنه وصل مرتين كاس علام يمكن لعيبة كتير جدا ما قدرش يتحقق الحتة دي احنا بنتكلم على مطش النهاردة أنه آخر محطات تصفيات كاس العالم في العام الحالي نرجع إن شاء الله بإذن الله السنة الجاي بقى نستكمل مشوار التصفيات هل في أسماء شايف أنها ممكن تدعم قائمة منتخب وتدعم قدرات منتخب مصر غايبة لأي حسابات يعني سواء كانت بدعي الإصابة سواء بدعي المشاركة مع منتخب أولمبي سواء لعدم الجاهزة الفنية أو أنه ممكن يكون عندهم فرصة باب المنتخب مفتوح قدامهم أكيد فيه لعيبة كتير جدا بالتابعة منتخب مصر النهاردة نفسها تكون موجودة في كاس العالم كابتن حماد مين الأسماء اللي أنت شخصية ممكن ترهن عليها يكون لها دور مع منتخب مصر ومع كابتن حسام حسن في اللي جايد أنا شايف بعض اللعابة الأوليلة اللي ممكن إن شاء الله يعني مع لعبهم ماتشاك كتير مع منتخب الأولمبي ممكن يفرق كتير أولهم إبراهيم عادل إبراهيم عادل أنا شايف أنه عنده إمكانات عالية جدا وممكن منتخب مصر يستفد منه هو ضمه في المعسكر ده بزبط هيبقى ليه دور يعني بعد كده يبقى ليه دور السنة الجاية هيبقى فيه فترة طويلة هو لعب منتخب هيلعب منتخب أولومي إن شاء الله وهيلعب مع فرقته هيفرق كتير جدا إبراهيم عادل وهيبقى ليه دور يعني هو موجود دلوقتي آه لكن هو بعد كده ممكن يخش بقى في في حد تاني في الأولمبي لفت نظرك هو يمكن ده يعني أكتر واحد هو لفت نظري إبراهيم عادل وبرى المنتخب الأولمبي يعني لعيبة فيه لعيبة كتير جدا مهمة ومؤثرة وممكن تصنع الفرق مع فرقها وبالتالي ممكن يكون لها فرصة بس هم لسه الغدل ما عدوش أو مقربوش من المجموع اللي موجودة المجموع اللي موجودة مع المجموع اللي بره موجودين بره احتياطي مثلا أو من الخمسة وعشرين اللي موجودين هم دولوا الأقرب بصراحة اللي يخش بقى مع الخمسة وعشرين بقى ستة وعشرين أو يعديهم شوية لسه ممكن أقربهم إبراهيم عادل يعني أنا شايف لكن في بعض اللعيب لعيب زي أحمد عبدالقادر مثلا ما تعتقدش أنه ممكن يكون ليه فرصة مع المنتخب في كاس العالم لا أنا شايف طريقة أحمد عبدالقادر يعني أداؤه وطريقة لعبه ممكن ما يكونش ليه دور رغم أن الحقيقة برضو يعني من بعد عودته بعد غياب فترة طويلة جدا قدم مستوىتك أسا جدا ممكن لو كان فيه استمرارية لازم الاستمرارية لازم استمرارية لازم أشوفه كذا ماتش عشان يقدر يلفت النظر الرجل المسؤول يقدر هو لعب ممكن يكون لعب ماتش أو ماتش أنا فهم طبعا أنه فترة مشاركته أنا بكلمش على التقييم على اللي فات أنا بكلم على أنه إذا كان الباب وأكيد دي رسالة مهمة جدا لازم حسامي يوصلها لكل اللي عيبه في مصر أنه باب المنتخب مفتوح قدام أي حد ممكن يتعلق ويجتهد إحنا نتكلم على سنتين لسه على المشوار كاس العالم عيبقى فيه عيب فيه تدعيم حيات أخصان من السن الصغير لكن أنا شايف أن المجموعة دي هي تبقى أقرب للتكملة أخصان أن أغلبهم سنهم يسمح بكده طيب فوز لأول مرة من سنين طويلة جدا فرقتين من مصر بيفوزوا ببطولات أفريقية يعني الأهلي دوري أبطال رابع سنة في خمس سنين رقم طبعا ما حصلش قبل كده وزمالك السنة دي كمان توج مع الأهلي يعيب عندنا سوبر مصري سوبر أفريقي مصري بين الأهلي والزمالك الزمالك بعد التطويل بالكونفيدرالية إزاي استفيد كابتن حساب من الدفع دي في مشوار المنتهب وخصوصا كمان نحن نتكلم على بس كاس عالم لكنك كمان رايح أمم أفريقيا السنة الجاية في المغرب هو دلوقتي واضح أن فيه فرقات كبيرة ما بين الكرة المصرية والكرة حواليها يعني الدول العربية يعني فيه فرقات يعني أنا شايف لصالحنا لصالحنا إحنا عدينا شوالنادي الأهلي ما شاء الله يعني الأمور ماشية كويس بشكل كويس بيدعم كويس ماشيين بخطة ثابتة نتكلم زمالك إلى حد ما يمكن الظروف يعني يعني ما كانش فيه استقرار كبير قوي ومع ذلك هو حق البطولة فده أكبر دليل على أنه برضو الفرق اللي احنا بلعبها مش نفس المستوى بتاعنا آسامي تقيلة بس كان زمان لكن مش بنفس المستوى اللي كان عليه يعني مش ده الترجي بتاع 2010 2011 يعني يعني فيه فرق قلت بشكل كبير وإحنا عدناها الترجي برضو بتاع 2010 2011 كما منكسبه ومناخد منه طولة أفريق تمام بس كانت قيل أنا شايف يعني كان فيه لعبة تقال جدا وكان بيستقضي بلعبة تطارق يعني فيه سانداونز الوداد السندي مش في حالته لكن في السنتين الأكيرتين فرق كتير جدا برضو يعني إحنا عدناهم بشكل كبير هما كانوا بيبقى فيه منافساتش دي ده جدا بناتفوق لكن التفوق كان بيبقى بصعوبة قوي إنما دلوقتي الحمد لله الأمور ماشي وإحنا تنمنى إن احنا نكمل كده يعني توقعتك لسيناريو المباراة النهاردة إزاي يبدأ حسام حسن ماتش غينيا هيبدأ بتحفز زي ما بيقولت حضرك هيبقى فيه نحية دفاعية إلى حد ما يعتمد على محمد صلاح يعتمد على تريزيجيه مع السرعات بتاعتهم مع مصطفى محمد من وراهم هيبقى زيزه لا أول مفترة من فترة طويلة يبقى يبقى الفعالية الهجومية لخط هجوم منتخب مصر يعني هم نتكلم على تسع أهداف سجلهم المنتخب خمسة منهم تريزيجيه أربعة منهم محمد صلاح واحد مصطفى محمد الخبرات والاحتكاكات فرق كتير جدا معانا يعني تلاحظ أن الثلاثة دول أو الأربعة واحد معهم رابع هم دول اللي بيجيبوا لجوان اللي عندهم احتكاك كبير جدا وعندهم نسب مشاركات مرة كتير محمد صلاح تريزيجيه مصطفى محمد فرق معهم الاحتكاك الدولي فعامل الفرق ده السؤال الأهم اللي بينتظر أو بينتظر الإجابة عليه كل جمعية الكرة في مصر نحن نشارك في كاس العالم بشكل مختلف وإيه اللي قدر يقدر يحضر أو ياسع عليه كابتن حسام عشان يظهر في كاس العالم في أمريكا بشكل مختلف عن التجارب القبل كتير هي الخطوة الأولى أن نحن نوصل كاس العالم نحن متفقين دي مش محل نقاش ولا فيها شكة كابتن حمد لا أنا شايف أنها يعني بنسبة جيدة إن شاء الله إن شاء الله وده التفاول ده لكن فرحة الجمالي السندي أو النسخة دي مش هتبقى بالتأهل يعني أنا شايف إنه التأهل في حد ذاته مبقاش هدف للجمالية عشان زي ما قلت لحضر لك إنه هو سهل جدا يعني أنا شايف إنه هو سهل جدا فبالتالي طموحاتنا رايحة الأبعد من كده أنا شايف إن الطموحات بتاعت اللعيبة هي هتبقى لها دور مؤثر في الأداء بتاعهم خلال إن شاء الله بإذن الله بعض الصعود إن شاء الله بإذن الله كل التمانيات للتوفيق دقيق وهتبدأ أحداث اللقاء بتمنى التوفيق لكابتن حسام 12 نقطة يريحونا وخصوصا إنه نحن مشوار التصفيات هتوقف لفترة طويلة جدا تفرق معنا كتير جدا وإحنا مرتاحين وبعاد جدا نبقى قضينا بشكل كبير جدا على أمال أقرب المنافسين لنا ومع السعادتنا للمشوار التصفيات أنا شايفه متفق طبعا مع كابتن حمادا أن فرص مصر هي الأوفر والأكبر وإن شاء الله بإذن الله يكون طموحنا مش التأهل للكاس العالم لكن نحن نعمل حاجة وإحنا مش هقال الحقيقة من دول كبيرة شاركت في مونديال قطر وقدمت عروض ونتائج على أعلى مستوى بشكرة كابتن حمادا على وجودك معنا ورطنا ومبروك بطول الدورة يا أبطال أفريقيا مرة تاكد وقلنا جميعا شكرا كل التوفيق لمنتخبنا كل التحية لحضراتكم على متابعتكم بكرة حلقة جديدة مستدسة إن شاء الله نبقى بنحتفل بها بفوز منتخب مصر النهاردة على غينيا بيساو